أقيم في كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية بعمان دورة المجمع الكنسي لهذا العام والتي أقيمت باسم الثالوث الأقدس تحت شعار كن غالبا وقد ترأس خدمة الصلاة نيعفة رئيس الأساقفة المطران حسام نعوم وراعي الكنيسة القصة الكنون فائق حدد اليوم بدأ مجمعنا الكنسي لمطرانية القدس والشرق الأوسط في كنيسة الفادي في جبل عمان وهذه كانت خدمة افتتاحية المجمع الكنسي اللي بدناها باسم الثالوث الأقدس ورعيانا من كافة أرجاء المطرانية من سوريا، لبنان، من الأردن، من فلسطين التاريخي حتى نكون مع بعض في هذا الاحتفال المبارك كما في كل عام اخترنا هاي السنة شعار المجمع ليكون كن غالبا والآية الذهبية اللي بتقول ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا اليوم احنا منمر بظروف كتير صعبة التحديات والصعوبات والحرب الموجودة في منطقتنا عدم الاستقرار والخوف من المجهول بتذكرنا بكلمات يسوع للقديس بطرس لما كان ماشي على بحيرة طبرية وتحدى بطرس يجي لعنده ماشي على المي وهناك يسوع تقال للتلاميذ تشجعوا أنا هو لا تخافوا اليوم رسالة المسيح ان كلياتنا في الشرق الحبيب المجروح انه ما نخاف نتشجع تكون عنا الصمود الواجب وكمان الحضور وسط رعيانا وسط مؤسساتنا حتى تظل الشهادة المسيحية في هالأراضي المقدسة موطئ قدمي الرب هي حاضرة وقوية بنعمة الله والروح القدس وبهالموسم المجيد موسم القيامي المجيدي نحن من أولى لكل فعلا ان شاء الله مع المسيح نقوم حتى نعمة لعمل الرب في شهادتنا بقوة الروح القدس ان شاء الله في العنصرة نحصل على القوة حتى نتابع في شهادتنا وكرازتنا بإنجيل المسيح نشر بشارة السلام والمحبة والمصالحة بين كل الناس اشتركوا في القناة